طيب اتكلمنا على الأطقم التحكمية اللي هتدير هذه المباريات في الفترة القادمة واتكلمنا عن قصة الفار وأيضا شرحنا كواليس الحضور الجماهيري نعرب أكتر بقى من تدريبات النادي الأهلي والاستعداد لمبارات الترجي والفريق في هذه اللحظات خلاص على متن الطائرة اللي توجهت إلى تونس لمواجهة الترجي إن شاء الله يوم السبت القادم قيمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي اختار قيمة 25 لاعب استعدادا لمواجهة الترجي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير في حراسة المرمة أحمد رمضان بكهم وياسر إبراهيم وبدر بنون ورمي ربيعة وإيمان أشرف وسعد سمير ومحمود وحيد وعلي معلول حمد فتحي وعمر السلية وآليو ديانج أكرم توفيق ناصر ماهر محمد مجدي أفشا جونيور أجايي طاهر محمد طاهر محمود دا كهربا حسين الشحات وليد دا سليمان محمد شريف صلاح محسن والتر بوالية يمكن بيغيب عن القايمة محمد هاني بسبب ظروف الإصابة مراوان محسن وجهة نظر فنية وبالتأكيد كريم ندفيد ومحمد محمود ومحمود متولي لسه طبعا الجهازية البدنية الفترة الجالة لأنهم بتأكيد كانوا بيعانوا من إصابة خلال الفترة الأخيرة قدامكم على الشاشة دا التدريب الصباحي اليوم قبل التوجه إلى المطار الفريب الأمس كان راحة سلبية وبيت سمو سيماني عنده استراتيجية كده معينة في التحضير للمباراة الكبيرة ممكن الناس تكون قلقانة من فكرة أن الأهلي كانوا خد راحة فترة أطول الكرة يا جماعة مش أكيشهات سبتة لا الكرة دايما فيها متغيرات والكرة فيها علم وبيت سمو سيماني من المدربين اللي اطلع بشكل كبير جدا على الكرة الأوروبية وعنده خبرات في كيفية التحضير الزهني والنفسي والبدني لهذه المباريات الكبيرة طيب النهاردة من الأخبار السعيدة بالنسبة لنا وبالنسبة لكل الأهلوية مشاركة محمد مجدي أفشا في التدريبات الجامعية منذ أصابته في مباراة نهضة بركان اللي كانت فيه الدوحة يوم 28 مايو الماضي بالتأكيد بعد أصابته فيه الكاحل غاب لفترة أكتر من أسبوعين وكان الكلام رايح في إطار 21 يوم والناس قالت لا ده ممكن يغيب شهر ومش هيلحق مطش الزهاب أنا فاكر وقتها وهم لسه في الدوحة بعد المباراة على طول كلمت محمد مجدي أفشا عايزة تطمن على موضوع الإصابة قبل حتى ما يعمل أشعة قال لي يا محمد أيا كانت الإصابة إسبوع اتنين تلاتة علحق مطش الزهاب يعني علحق مطش الزهاب بإذن الله إن شاء الله قدر الإمكان هكون جاهز لهذه المباراة وفعلا بعد ما عمل الإشعة والإصابة الناس قالت خلاص هيبقى ثلاث أسابيع وإمكانية لحاقه مش أكيدة برضو بكلمه قال لي علحق المطش متلقش وفعلا محمد مجدي أفشا من اللاعبة هنا باب يبن معدن اللاعب هي مش فكرة إصابة وخلاص هغيب فبالتالي خلاص لا ده أنا كمان هجهز للفترة الجاية وبإذن الله لحق المطش وبالفعل النهاردة كان أول يوم لمشاركة محمد مجدي أفشا في التدريبات الجماعية وهو موجود طبعا مع البيعسة على رأس القيمة اللي سفرت لتونس لمواجهة الترج ترجمة نانسي قنقر